موسيقى الحلقة الختمية من نشرة المونديال على فرنسفات كاتر أهلا بكم مشاهدينا نستعرض اليوم في هذه الحلقة تتويج الأرجنتين بكأس العالم بعد الفوز على فرنسا بدربات الترجيح ونتحدث أيضا عن ختم مونديال قطر وحوصة حول المشاركة العربية والأفريقية فيه نسعد باستضافة المحلل الرياضي هاني صلاح مرحبا بك شكرا فوزي على استضافة أهلا بك حمزة كحلوش مدرب ومحلل الرياضي مرحبا حمزة مرحبا فوزي وأيضا نرحب بعادل حدد صحفي رياضي أهلا بك على فرنسفات كاتر شكرا على الاستضافة أهلا عادل وأيضا نرحب من بيروت بيرالف شربل وهو مختص في القانون الرياضي الدولي أهلا بك شكرا شكرا ومن الرباط أحمد بعقيل ناقد ومحلل الرياضي أهلا بك على فرنسفات كاتر سيكون معنا بعد قليل وديع في عاني من الدوحة أهلا وديع موفات رونسفات كاتر النشيط مساء الخير عثمان طيبي أيضا سيكون معنا أهلا عثمان من سوق واقف في الدوحة ومعك الجماهير مساء الخير مساء الخير سنعود إليك عثمان جماهير متحمسة هناك إذن المشاهدين فازت الأرجنتين على فرنسا بضربات الترجيح في المباراة النهائية أربعة مقابل اثنين وانتهى الوقت للأسطيل المباراة بثلاثة أهداف لمثلها سجل ليونيل ميسي هدفين وديمارية هدف فيما دون المتعلق ليان بابي ثلاثية لمنتخب فرنسا ننتقل إلى الدوحة مباشرة مع موفات فرنسفات كاتر وديع في عاني وديع ليلة ميسي هي ليلة الأرجنتين تفضل وديع صحيح 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 قبل المباراة هناك كان من كان يتحدث عن هذه المواجهة بين لعبي باريسان جرمان ميسي ومبابي والمدربان كان يجيبان لا هي مباراة بين الأرجنتين وفرنسا ليست مباراة بين ميسي ومبابي ولكن في النهاية كانت بالفعل مباراة لقاء مواجهة بين نجمي باريسان جرمان ليونيل ميسي وكيليان بابي مبابي سجل سلاثية وبالإضافة إلى ذلك ضرب ركلة جزاء أربعة أهداف في النهاية أربع مرات كرة مبابي دخلت شباك مارتيناس ولكن بالرغم من ذلك المنطقة الفرنسي لم يتمكن من أن يحتفظ بلقبه ليونيل ميسي كان الأفضل في هذا المونديال سجل في كل الأدوار لن يسجل في كل المباراة إنما في كل الأدوار وذلك يحصل للمرة الأولى في تاريخ المونديال سجل في دور المجموعات في ثمن نهائي في ربع نهائي في نصف نهائي وفي المباراة النهائية واستحق أن يكون أفضل لعب في هذه البطولة وأن يسجل لقب جديد الآن توجه بكل الألقاب الممكنة ليونيل ميسي عالميا محليا بطولة العالم تضاف إلى اللقب الأولمبي إلى لقب الكوبة أمريكا إلى دور الأبطال مع برشلونة إلى عشرة ألقاب في الليجة الإسبانية أيضا لقب في فرنسا في الليجة نعم وديع كيف نختصر أبرز لحظات ومحطات البطولة على صعيد المباراة والمفاجآت والتنظيم والصور راسخة في ذهنك وأنت الذي عشت هذه البطولة في الدوحة صحيح ببطولة ربما مختلفة عن البطولات الأخرى لا سيما بالنسبة للملاعب هي قريبة وبعيدة في نفس الوقت كنا نعتقد أن كل الملاعب على أساس أنها كلها في الدوحة ربما تكون المسافات قصيرة ولكن تفاجأنا بأن هنا المسافات طويلة حقيقة بين الأماكن عندما تتنقل من مكان إلى آخر ولكن الملاعب جديدة جميلة كان هناك الكثير من المباريات الحماسية أيضا نتذكر بشكل خاص اللقاء بين هولندا والأرجنتين اللقاء بين فرنسا وإنجلترا وطبعا إنجاز المنتقب المغربي أكيد ستتعودون وستتوقفون من جديد عند هذا الإنجاز الاستثنائي لأسود الأطلس وديع في عاني موفات رونزات كاتر إلى قطر شكرا جزيلا لك ننتقل إلى سوق وقف عثمان طيبي مرحبا مرة أخرى عثمان انتهى المونديال وبجوارك الأنصار كيف عاشوا هذه التجربة وكيف عشتها أنت عثمان بتتويج الأرجنتين مساء الخير فوزي بالفعل إذن الفرحة لا تصف لدى عشاق المنتخب الأرجنتيني وخيبة أمل كبيرة لدى عشاق المنتخب الفرنسي الذين كانوا يرون في ثلاثية أمبابي الطريق السهل للتتويج باللقب الثالث في تاريخ الكرة الفرنسية والثاني على التوالي لكن ضربة ترجيح ابتسمت إذن لليونال ميسي كانت هذه بطولة ليونال ميسي كما قال وادع سجل في كل الأدوار حتى وإن كانت أغلبية هذه الأهداف عن طريق ضربة الجزاء لكن ليونال ميسي كان قائدا بالفعل لهذه الكتيبة الكتيبة الأرجنتينية وبالتالي يفوز أيضا ليونال ميسي مع منتخب بلاده بكل البطولات الممكنة فاز إذن بالأولمبياد أولمبياد في 2008 وفاز بالكوبة أمريكا في 2021 وهو اليوم يرفع كأس العالم معي أحد المناصرين الوفيين للمنتخب الفرنسي ويحمل رقم 10 رقم كليان مبابي كليان مبابي اليوم سجل ثلاثية ثمان أهداف في هذه البطولة لم تكن كافية للتتويج بمونديل العرب للأسف للأسف ولكن احنا نفتخرون جينا من فرنسا نتفرجوا بهذا المباراة كانت مباراة مباراة ما كانت سهلة ولكن في الأخير نفتخرنا لأن مركا وجود اثنين هداف في اثنين دقيقة وخلونا بالسوسبنس وفي الأخير بالفعل المنتخب الفرنسي تمكن من العودة وتأخر بهدفين وعاد في 97 ثانية وتأخر مرة أخرى بهدفين مليون الميسي كليان مبابي عاد أربما وسجل هدف التعادل هدف الثالث له ولمنتخب بلاده في هذه المقابلة الجميع كان يظن أن أربما كأس العالم تبتسم للي كليان مبابي لكن حارس المرمان مغتناس حارس قوي جدا قوي قوي وللأسف ولكن ربحنا هذه أربع سنين وأدرك لم نرجع لفرنسا مع الكاس ولكن كل روح ريادية كانت أرجنتينة قوية في هذه المباراة أنت محظوظ مونير كنت قد تبعت المنتخب المغربي ووصل إلى نصف النهائي وتبعت وشجعت المنتخب الفرنسي ووصل إلى النهائي إذن أنت مشجعت شجعت المغرب وصلنا الحمد لله سنعود الحديث عن المنتخبات العربية والمغربية هذا مغربي بلوك خليجي الكشخ المكشوخ أنا والله شوف إذن خيبة أمل لدى الفرنسيين وفرح وفخر بليونال ميسي لدى أنصار المنتخب منتخب أمريكا اللاتينية منتخب يونال ميسي ومنتخب هو أحب يسلم على أبوه إليك الخطر سنعود إليك عثمان طيبر الحديث عن المنتخب المغربي ومشواره والمشوار المنتخبات العربية نبدأ معك هاني صلاح الحض التاريخ الذهب يبتسم الأرجنتين اليوم هل تستحق الأرجنتين التتويج بكأس العالم هي أكيد تستحق لو فازت الفرنسا تستحق أيضا التتويج ولما فازت الأرجنتين تستحق التتويج الأرجنتين هو ثاني فريق يفوز باللقب العالمي بعد خسارته المباراة الأولى بعد إسبانيا لما نهزم في 2010 ضد سويسرا والآن لو نلاحظ أن المنافسة بين الفرق اللاتينية بفريق أمريكا الجنوبية وفرق الأوروبية كانت ثمانية الغلبة للفرق اللاتينية وثلاثة في النهائيات ثمانية للمنتخبات اللاتينية وثلاثة للمنتخبات الأوروبية فوز مستحق لليونال ميسي خاتمة جميلة جدا لليونال ميسي اللاعب الأسطوري اللي قدم كثيراً لكورة القدم أنا نشوفها بأنه كانت مستحقة نظراً للمردود اللي قدمه في المونديال وفي المباراة هذه النهائية نعم سنتحدث عن الأرجنتين ككتلة كمنتخب يلعب بروح كبيرة وكمنتخب محارب عاد الحدادة المنتخب الأرجنتيني اليوم كانوا كلهم نجوم نجوم هذه المناسبة الكبيرة صحيح لأن الأرجنتين منذ مجيء المدرب سكالوني عرف كيف يزرع هذه الروح الجماعية في صفوف المنتخب كان هناك انضباط تكتيكي من أعلى مستوى في كل المباراة سكالوني بات أصغر مدرب بعمر 24 سنة يتوج بكأس العالم كما قلت كان هناك انضباط تكتيكي كبير بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في كل المباراة مباراة اليوم يعني تقريبا لمدة 70 أو 75 دقيقة كان هو السيد فوق الميدان فاز بكل الصراعات الفردية كان الأكثر الخطورة الأكثر شراسة الأكثر قوة الأكثر رغبة في الفوز تقريبا لم نلاحظة المنتخب الفرنسي لكن ربما المجهودات الكبيرة التي بدلها المنتخب الأرجنتيني جعلته يتراجع نوعا ما من ناحية البدني المخزون البدني يعني نقص نوعا ما في الدقائق الأخيرة لذلك المدرب قام بالتغييرات اللازمة في الوقت المناسب لكي يعيد إحياء المنتخب من جديد وشوفنا المنتخب الأرجنتيني في الشوط الإضافي يعني عاد نوعا ما مقارنة بآخر ربع الساعة لأن حتى فرنسا ربما يعني خسرت كل شيء يعني في لحظة ما يعني كنا توقعنا وكنا خلاص يعني المباراة انتهت بفوز الأرجنتين لكن هدف واحد قلب الأمور يعني هدف مبابي بعد ركل الجزاء هو الذي أعاد فرنسا في المباراة بصفة عامة الأرجنتين يعني أنا وميسي ربما هو فوز لعشاق كرة القدم بصفة عامة وليس فقط الأرجنتينيين فعلا عادل دعني أسأل عن أداء المنتخب الفرنسي مع حمزة كحلوش في الشوط الأول صفر تسديدة صفر هجمات حقيقية ولا تسديدة ولا ركنية واضحة لمنتخب الفرنسي ما الذي حدث للمنتخب الفرنسي في الشوط الأول فعلا المنتخب الفرنسي دخل بخطة أربعة تنين ثلاثة واحد الخطة المعهودة في هذا المونديال بنفس اللاعبين بأفضل لاعبين في المنتخب الفرنسي في كل الخطوط كان هناك لاعب خبرة يضاف إليه لاعب شباب من الأكاديمية وتكلمناك هنا عن نقطة أكاديمية الفرنسية التي تعمل جيدا على هذا المستوى ولكن شفنا الأداء الشاحب لهذا المنتخب ولهذه المجموعة يعني الكل كان متفاجأ فيما قدامه المنتخب الفرنسي في الشوط الأول جيروا خارج النص لا يقوموا بالأدوار الهجومية لا يسجل ولا يعني يبحث عن العمق بعيد عن منطقة العمق لم تصل الكرة إليه نفس الشيء بالنسبة لي مبابي كان معزل عن الجهة اليسرى دين بيلي نقطة سلبية في المنتخب الفرنسي أغلب طمنات وكان خاطئة ولما تكون طمنات هو من تم إخراجه هو جيرو فعلا لأنه كانت المشكلة في جيرو في عدم قيامه بالأدوار الهجومية وبالنسبة لي دين بيلي كان يضيع الكرة كثيرة وبالتالي فقد المنتخب فرنسي السيطرة على اللعب لما تفقد السيطرة على اللعب يعني تفقد المباراة وهذا ما حدث كمجموعة المنتخب فرنسي في الشوت الأول لم يكن جيدا أبدا في الصراعات التونائية كما قال عادل خسر أغلب الصراعات التونائية أيضا هذه نقطة تحسب ضد المنتخب الفرنسي أنك تخسر الصراعات فمعناه أنك لست محضر دينيا فعلا فعلا حمزة دعنا نتحدث عن عريس الليلة إن صح التعبير عن ليونال ميسي هاني السعوديون بعد الفوز الأول تساءلوا ميسي وينه يجيبهم كما يبدو ميسي اليوم صحيح المباراة السعودية كانت صفة على المنتخب الأرجنتيني لأنه صحح فيها الأخطاء شفنا بليس قام بتغييرات بعد اللقاء قام ب حتى ميسي كان يلعب في المباراة مباراة الأولى لعبها كيف كان يصنع اللعب من الخلف لكن تخلى العمق في المباراة اللي بعدها لا تحدث عن المباراة النهائية ولكن لما نتحدث أيضا على طريقة تدخل اللعب فرنانداز مباشرة في المباراة الثانية أحسن اللعب شاب في المونديال لمتوازن كبير في الخطوسة ميدان اللي كان ملك سراعة تنائية في مباراة اليوم اللي نعرف وقوة فرنسا خاصة في العمق بتواجد رابيو وشاوميني ونعرف وحتى قريزمان كان يمتلك حرية كبيرة في مباراة السابقة شفنا هذا اللاعب فرنانداز كان قطعة كبيرة جدا مع ديبول ومع أغلبية وهو الجوهر الذي توجه بجائزة أفضل اللاعب شاب إلى جانب ميسي الذي توجه بجائزة الأفضل مبابي بجائزة الهدف والحارس الأرجنطيني بجائزة أفضل حارس حتى أنه سجل ثلث أهدف في المونديال وهو يلعب في الخلف في لعب متوسط ميدان دفاعي هذا اللاعب ممتاز جدا حتى أنه نقص الضغط على ميسي عنده كورة جميلة يلعبها على الأطراف في تغيير اللاعب يعني هذا اللاعب جوهر ومكسب للأرجنطين والأرجنطين بكل صراحة يستحق التتويج طيب دعنا نذهب مشاهدين لنشاهد هذا التقرير عن ليونيل ميسي في تقرير زميلة ميرنا جمال ولن نعود ولد وترعرع في شمال شرق الأرجنطين في عائلة تنتمي إلى الطبقة العاملة كان ليونيل ميسي انتوائيا في المدرسة لكنه لم يستغرق وقتا طويلا للتقلق على أرض الملعب ليونيل ميسي ظاهرة عرف بكسر قامته كلاعب وبخفة حركته وبسرعته المذهلة عام 2008 سعد الأرجنطين على الفوز في الأولمبياد يومها أعلن ديغو مارادونا أن ميسي هو خليفته الحقيقي لكن لفترة طويلة كانت علاقة الشاب مع بلده معقدة غادر الأرجنطين إلى أوروبا عندما كان في الثالثة عشرة من عمره وحصد الكثير من الجوائز مع نادي برشلونة وفز بألقاب أكثر من أي لعب آخر في تاريخ النادي كما حصل على الكرة الذهبية سبع مرات لسنوات عديدة كافح للفوز مع منتخب الأرجنطين وفي عام 2021 قاد بلاده للفوز في كأس أمريكا بعد انتظار دام 28 عاما بعد عامين من وفاة مارادونا تبنى الأرجنطين يوناميسي الذي حمل حلمهم للفوز بكأس العالم ليعود من قطر بكأس 2022 نعود مشاهدين إلى عثمان طيبي موفد فرونس 24 إلى قطر عثمان نتحدث عن مشاركة العربية عن المركز الرابع للمنتخب المغربي وعن الجماهير التي عاشت هذا الحلم وهذه النسخة تاريخية في الدوحة بالفعل فوزي سنتحدث بعد قليل فقط عن المشاركة العربية بيودي فقط أن أقول أن ليونال ميسي كسب قلوب العرب والعجم والفرنسيين والأوربيين هذا الأخ من منصري أيضا المنتخب المغربي لكنه اليوم بقميس ليونال ميسي أكيد فلا تنسوا أن ليونال ميسي هو الأسطورة وكان فاضل شيء واحد ليونال ميسي عشان يعني تكتمل الأحجية اللي هي كاس العالم ف كان المفروض علينا هنا كمناصر ليونال ميسي يعني ما فيه شيء تاني إلا ولازم يأخذ كاس العالم كبت الماجد اليوم ليونال ميسي ميسي هو كبت الماجد جاء اليوم خليني الآن نتحدث عن المشاركة العربية مع الزميلة زميلة آمينة مساء الخير آمينة فقط فوزي طالب بالحديث عن المشاركة العربية أولا البداية بالمنتخب المغربي نصف نهائي تاريخي عربي وإفريقي طبعا المنتخب المغربي شرف العرب وشرف كل إفريقيا بهذه المشاركة التاريخية احنا قلنا أنه وصل إلى أعلى المستويات حتى ولو خسر في هذا نهائي المسغر إلا أنه بيّن أنه قادر على تحقيق أكثر من ذلك رغم كان فيه نوعا ما الإصابات اللي أثرت على هذا الفريق وشفنا اللمسة اللي أعطاها وليد رقراجي لهذا المنتخب المغربي ما ننسوش أنه وليد رقراجي مش الوحيد ل يعني رفع بهذا المنتخب إلى هذا المستوى كان قبل من سنوات عديدة في 2018 ووصل طبعا فيدالي لوزيتش كذلك ووصولا إلى لمسة الرقراجي كانت الوصول إلى دور النسف نهائي لأنه حتد كلمة صغيرة فقط فوزي للسحر مع رشيد زميل آخر بخصوص المنتخب السعودي والمنتخب تونسي أيضا ووثيلي العرب في هذه أكيد المنتخب السعودي حقق إنجاز لا متيلة له لحد أن السعاد يقدر يفتخر السعودية لأنهم ربحوا أبطال العالم وهذا إنجاز غير مسبوق وتونس كذلك ربحة نائب بطل العالم وصيف دورة الحالية وبطل العالم دورة سابقة تم المنتخبان سعودي وتونسي حقوا إنجازين عظيمين لبشروا بالخير في المستقبل القالي إذن الكرة العربية والإفريقية في تصاعد حسب هؤلاء الأنصار والتفاؤل الموجود الموعد ربما في مونديال مكسيك ومولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد أربع سنوات دقيقة فاطر هذه السيدة منذ دقيقة كلمة صغيرة أنت منسيعة للمنتخب المغربية تفضلي تفضلي عربي سمحي للأخت لما تكلم العربي شكرا أثمان كم درجة الحرارة عندك والله ما عرفت المهم الحرارة هي حرارة الأورجنطنيين اليوم وينجز سعد جيدا درجة الحرارة صفر في باريس ستعود خدا شكرا جزيلا لك عثمان طايبي موفد فرنسفانت كاتر والشكر موصول أيضا لوديع في عاني نذهب إلى الرباط أحمد بعقيل ناقد ومحلل رياضي حدثنا عن اعتزاز والفخر بالمشاركة المغربية في المونديال والمركز الرابع نعم بطبيعة الحال هو فخر لهذا الاستحقاق للمنتخب المغربي الذي لم يمتل كرة القدم المغربية فقط بل متل كرة القدم المغاربية والعربية والإفريقية وكل الدول التي آمنت بأن للمنتخبات العربية والمغاربية أن تكون لها فرصة الحلم الحلم أصبح حقيقة وكنا قابقوا صيني أو أدنى أن نكون في النهائي لو لا بعد الاعتبارات لن ندخل في تفاصيلها وبعد الإكرهات التي واكبت مباراة فرنسا وكرواتيا مرتبة رابعة مستحقة وكنا نستحق الأكثر الآن المغاربة بعد ضياع هذه المدالية البرونزية البوديوم يأملون في رؤية منتخب مغربي غدا بشوارع مدينة الرباط حيث ستكون فرحة وحفل واستقبال لأبطال أسود الأطلس سيد أحمد بعقيل هل ستتغير الذهنية مستقبلا برأيك للمنتخبات العربية من أجل الذهاب إلى المونديال بهدف لعب أدوار متقدمة وليس الاكتفاء بالأدوار الأولى بعدما فعل منتخب المغرب ما فعله في قطر نعم هذا ما قاله وليد صديقي يجب أن نغير العقل يجب أن يكون لنا الطموح ليس فقط للمغرب ولكن لإفريقيا وللعرب المنتخبات العربية والإفريقية شرفت الكرة سابقا في النصخ السابقة أما الآن مع المنتخب المغربي يعني تم رفع سقف التحدي إلى الأعلى يجب أن نتجاوز النصف النهائي ولن نقبل بكل مشاركة من أجل المشاركة أو تخطي الضور الأول الآن نحن برهان كبير بسقف عالي هل أحلام تتحقق يعني أن هذا الخط الخط الأحمر حده المنتخب المغربي بهاته اللاعبون بأبناء الجالية بأبناء المهزة بأبناء الدور الوطني الاحترافي المغربي نجيب أن نؤمن بالكفاءات نؤمن بالأداء فعلوها يعني ملاعبون ومدربون جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري الآن وليد الرجاجي مع المنتخب المغربي الإيمان بالكفاءات والأطر التقنية الوطنية سيد أحمد باقيل ده من الوقت نعم المدرب الرجاجي يشبه كثيرا المدرب الماضي في الجزائر وأنا أتمنى التوفيق لمنتخبات العربية أحمد باقيل ناقد ومحلل رياضي كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك ننتقل المشاهدين إلى بيروت مع رالف الشرب المختص في القانون الرياضي الدولي مساء الخير مرحبا بك كيف تقيم هذه الدورة من المونديال قطر لا شك أنها كانت أجمل نسخ المونديال إثارة حتى الرمك الأخير سيناريو هيتشكوكي في العديد من المباريات وبالأخص في المباراة النهائية التي كانت أجمل نهائي في تاريخ المونديال كذلك بالنسبة للتنظيم قطر كسبت الرهام وقدمت بطولة مميزة من الناحية التنظيمية والأمنية مونديال يعني أسطوري بجميع المقييس بكل المعايير وهو بامتياز مونديال ميسي ومبط كانا الأفضل من بعيد وأثبتا أنهما أفضل لاعبين في العالم حاليا وليوني الميسي خلد اسمه كأفضل لاعب في التاريخ وهو مونديال الأرقام القياسية بالنسبة له أكثر لاعب مشاركة سيد رالف شربل دعنا نتحدث عن تحكيم في البطولة كيف نقيم الأداء التحكيمي في هذه البطولة أداء تحكيمي جيد جدا بطبيعة الحال الحكام بشر وبعض يعني رغم وجود الفار تقنية الفار نعم ولكن الحكم هو سيد الموقف في الكثير من الأمور التي لا تحسمها بشكل قاطع الفار ولكن وجود الفار ووجود أيضا تقنية التسلل شبه الآلي هذه الأمور ساعدت المونديال لكي يكون أكثر عدالة وأن يكون التحكيم فيه أفضل من النسخات الماضية للمونديال نعم رالف شرب المختص في القانون رياضي الدولي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك عدل حداد حلم مبابي بثنائية في هذه الكأس يتبخر أمام ميسي ماذا نقول عن لعب كيليان مبابي هداف هذه النسخة بثمانية أهداف مبابي فعل كل شيء في هذه المباراة النهائية وفي كأس العالم بصفة عامة سجلت ثلاث أهداف أربعة باحتساب ركلة ركلة الترجيح ليس من السهل أنك الحارس عملاق مثل إيميليان ومارتيناس تجل عليه ثلاث أهداف مباراة واحدة وهو الحارس الاختصاصي في ركلة الترجيح مبابي أيضا كان هو يعني في هذه الضورة هداف الضورة بثمانية أهداف أول لاعب يسجل ثمانية أهداف منذ الظاهرة رونالدو في نسخة 2002 أيضا هو ثاني مرة اللاعب فرنسي يسجل ويكون هو هداف كأس العالم بعد جوز سونتين يعني منذ سنة 1958 كان أيضا أول لاعب يسجل ثلاثية في النهائي منذ الأنجليزي هرست في النهائي ألمانيا عام 1966 مبابي يعني 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 قدم يعني مونديال الميتالي بشكل عام ساهم في عشر أهداف يعني تمانية أهداف وتمريرتين حاسيمتين ورفقة ميسي أيضا ساهم في عشرة أهداف خلال هذه الضورة وهما أول نائي يعني يساهم في عشرة أهداف منذ مارادونا محمزة كحلوش هل تأثر المنتخب الفرنسي برأيك بغياب مهاجمين آخرين على غرار كريم بنزيمة فعلا بنزيمة عنده وزن كابين نتكلم على البنوندور أحسن اللاعب في العالم وخاصة في هذه المباراة كان فرنسا محتاجة كثيرا لهذا اللاعب ولكن ربما استقرار الذي كان عليهم المنتخب الفرنسي قبل المباراة النهائية جعل بنزيمة خارج الحسابات وأي مدرب حتى أنا كمدرب لا أستطيع أن أغامر بلعب لم يلعب مع المجموعة هناك فلسفة بنيت عليها يعني من خلال المباراة السابقة المنتخب الفرنسي كان جيد في كل على كل المستويات لكن أنا قلت اليوم بأن المشكلة هو ربما مشكلة دهنية ربما تأثر أيضا المنتخب الفرنسي بالدعم الكبير للأرجنطين من كل أطياف يعني نقوله ربما في هذه المباراة كان هناك مناصر المنتخب الفرنسي اللي هم الفرنسيين وبقية العالم كلها كانت مع الأرجنطين أرجنطين ميسي من أجل الفوز لذلك نظن بأن هناك تأطير نفسي ودهني كبير على المنتخب الفرنسي اللي خلال يخرج المباراة كان يحتاج إلى هدف وهو ما فعله بابي تأطير بابي هو اللي خلال المنتخب الفرنسي يلعب جيدا بعد يعني تسجيل الأهداف نعم ونظن بأن اللي هو فرنسا قدمت كل شيء لكن بتواجد كل شيء تغير فعلا هاني صلاح نتحدث أيضا عن صاحب المركز الثالث المنتخب الكرواتي الذي قدم دورة مميزة ساهم فيها بكل تأكيد لوكا مودريتش قائد المنتخب صحيح هو المنتخب الكرواتي منتخب اللي ساهم فيه لوكا مودريتش وخاصة وسط الميدان اللي عنده كوفازيتش وعنده أيضا بروزوفيتش عنده فريق فريق كبير جدا منتخب الكرواتي ومستوى الجماع اللي شفناه يلعب ككتلة واحدة تلاحم كبير كل مباراة يلعبها على حساب طريقتها يعني كل مباراة بمباراة يعني ومنتخب الكرواتي يقدم مونديال كبير جدا ويستحق المرتبة الثالثة خاصة أنه برهن لما كان وصيف في كأس العالم 2018 والآن يحقق المرتبة الثالثة بإجادرة واستحقاق مع أنه حتى المغرب لو حقق أيضا كان يستحق المركز الثالث أيضا نظرا للمشوار الكبير لقدمه أسود الأطلس طيب عادل نتحدث أيضا عن قطر وعن هذا التنظيم وعن الانتقادات التي سبقت هذه الدورة لكن قطر وعدت بنسخة استثنائية وتاريخية هل وفت قطر بوعودها وفت يعني وفت بشهادة الجميع وليس يعني شهادة أنه نحن فقط كعرب لأن قطر يعني حتى في الدول في بقية الدول كلهم يشهدوا يعني يشهدوا بالتنظيم بالملاعب بالتنظيم الخرافي بالملاعب يعني حتى بالمرافق بالمواصلات يعني بكل شي يعني كل ما صاحب هذه الدورة كان ميتالي يعني بالنسبة لدولة قطر رغم بغياب الشغب بغياب الشغب الجماهيري رغم بغياب الشغب الجماهيري يعني ورغم يعني رغم رغم فشل المنتخب في توجيه الدورة الأول منتخب القطري يخسر ثلاث مباريات وودع من الدورة الأول مع ذلك الجماهير يعني كانت حاضرة في كل المباريات يعني تنظيم من أعلى مستوى لذلك يعني ليس لدينا حمزة المنتخبات العربية المقبلة على المشاركات في المونديال المقبل بعد أربعة أعوام هل يجب أن تقتدي بالمغرب ما الذي يجب أن ربما تفعله من أجل تقديم هذه البطولة والتأهل أولا إلى المونديال أكيد على المنتخبات العربية كلها أن تأخذها بالتجربة المغربية شاهدنا المنتخب المغربي لما وصل لطريق مسدود مع المدرب حلوزيتش يعني في تعامله مع نجوم أو أبينا نتكلموا على اللعبين تأثيرهم كبير في المنتخبات أولفيرق لابد أن يكون تعامل خاص مع هذ اللعبين وحيد فشل في ذلك ولكن القرار الذي أخذته الجامعة المغربية كورة القادم وهو الاستغناء عنه إحضار رقراقي كانت خطوة جيدة للمنتخب المغربي يؤكد بأن كورة القادم بعيدة عن كل عوطف لابد أن نلعب بكل واقعية لدينا يعني مجموعة من اللعبين لدينا طاقم فني ولدينا طاقم إداري لابد أن يكون على أعلى مستوى لما نفشل لما نفشل نقول ما أدر حمزة نشاهد هذه الصور المباشرة من بيونيس آيرس لإحتفال الجماهير الأرجنتينية بهذا اللقب الثالث في تاريخ منتخب الطانجو اللقب الذي أتى به ميسي والرفاق في قطر طبعاً بعد نسختين سابقتين 78 وسبعين وستة وثمانين طبعاً هذه الجماهير تواصل الاحتفال في الصحات المشهورة في العاصمة الأرجنتينية ومدن كثيرة روزاريو أيضاً مسقط رأس ليونيل ميسي احتفالات متواصلة بكل تأكيد بعد تتويج بهذا اللقب التاريخي لمنتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب فرنسا في مباراة مثيرة وفد بكل وعودها وسببت معاناة كبيرة أيضاً لمنتخب فرنسا ميسي وديماريا والعديد من اللاعبين الوارس كلهم كانوا في الموعد وتمكنوا بالتتويج من التتويج بهذا اللقب الذي يزين بكل تأكيد خزائن منتخب الأرجنتين في هذه النسخة التاريخية والاستثنائية كما وعدت قطر ولقت الإشادة الواسعة في العديد من دول العالم مشاهدين نصل الآن إلى فقرة هاشتاغ مع صحر طارق مرحباً صحر نتحدث كيف تفاعل المغردون مع هذه المباراة النهائية قمة القمم الليلة الليلة ليلة ميسي مارادونا في 86 وميسي اليوم 2022 مبروك لكأس العالم فوز ميسي به هذا أبرز تعليق في التغريدات المنشورة باللغة العربية مباراة جنونية كرة القدم أجمل رياضة في الحياة هو أفضل نهائي كأس عالم فخور بمشاهدة أسطورتين لكرة القدم في مباراة واحدة برافو ميسي شكرا بابي كانت أيضا هذه تغريدة نادي باريس سانجغمان الذي يجمع النجمين تعليق الكاميدي المصري محمد هنيدي يلخص ما يشعر به المتابعون طوال المباراة التي كانت موترة بشكل كبير عملها ميسي عملها بابي عملها ميسي عملها بابي ليرفع ميسي الكأسة في النهاية كأس لا طالما حلما بها من دون العباء ربما المباراة كانت عبارة عن تحدي كبير بين ميسي ومبابي وكثيرون قالوا إنهم كانوا على عصابهم شعروا كادوا أن تقف دقاته قلبهم وشعروا بكثير من التوتر ما عدا اثنين ربما كانوا متأكدين من نهاية المباراة وكل من شاهدوا هذا الفيديو هذا الفيديو قبل المباراة حسابة ساميتي رجل البندول أو متخصص الطاقة أو مدرب المهارات الحياتية أكد قبل أسبوع أن منتخبي المغرب وفرنسا سيخسر مشاهد نعم مشاهدنا ميسي بالبشت الخليجي سحر وهي عباء رجالية يرتديها العرب في الخليج سحر جمهور أرجنتين كان من بين أكثر سيخسر قطر بسبب نفاذ أمواله الصنع المحتوى العماني أصر على أن يبقى المشجع في منزله مؤكدا له أن الأرجنتين ستفوز بالبطولة المشاهد الكرم العربي موجود دائما عندها العرب جمهور الأرجنتين من بين أكثر الحاضرين في قطر وأكثرهم إلفاتا للنظر وأكثرهم إضافة لنكهة خاصة خلال المونديال جمهور كان ينام ويصح وهو يحلم بالفوز بالكأس بعض المشجعين الأرجنتين قالوا إنهم باعوا سيارات أو مقتنيات خاصة شخصية ليذهبوا إلى قطر يتغنون أبرز الشعارات أو الأغاني التي تغنوا بها ويصدقون عندما يقولون هذا الجمهور المجنون ترك كل شيء من أجل الأرجمة شاهد اشتركوا في القناة صحر صور رائعة بالمناسبة أنا أيضا توقعت فوز ميسي بالموازات وهذا هو الذي كان ملفتا للنظر هو أغلب تغريدات كانت تحت في بميسي حتى لو لم يكونون يشجعون الأرجنتين بالضرورة لكنهم كانوا فرحين لميسي ويريدون أن يفوز بالكأس يقولون أنه ظلم كثيرا وانتقد لأنه لم يستطع استحاب المنتخب منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم ولكنه نجح أخيرا فاز بكرات ذهبية كثيرة أيضا تتويج ميسي مستحق بعدما قدمه في سنوات طويلة مع برشارون وطري سانجر ما يبقى معنا صحر سنتحدث في تحليل الرياضي مرة أخرى مع حمزة كحلوش حمزة هذه الدورة من كأس العالم شهدت غزارة في الأهداف كيف نتحدث عنها في الجانب التقني هل كانت هناك مباريات كبيرة ما الذي علق في ذهنك بخصوص هذا المونديال فعلا الكتافة والغزارة في الأهداف تعود إلى التوجه الهجومي البحث لهذه الدورة لأغلب المنتخبات حتى المنتخبات التي كانت لعب تكتل في الخلف كانت تبحث عن تحولات سريعة في العام هذه كرة الحديثة أصبحت هكذا يضف إليها في طريقة الوصول إلى الشباك الآن تطورت أيضا نتكلم على منافذ كثيرة للدخول مثلا على الأطراف أو عبر المجالات المنطقة التي تكون بين محور الدفاع والظاهير نتكلم أيضا في العمق المعروفة والكورات التابتة أيضا تأثير ربما التكنولوجيا على المباراة فأغلب المباراة هناك ضربات جزاء بسبب وجود تكنولوجيا ووجود الفار ونظن بأن الكفاءة أو الجودة أو المستوى العالي الذي وصل إليه اللاعبين والمتخبات يضف إليها تكنولوجيا التي ساعدت في الحصول على ضربات جزاء ومخالفات قريبة من المرمى التي سامت فيها تلغزارة من الأهداف وأيضا لما تأتي إلى بطولة كبيرة من حجم كأس العالم الكل لديه الرغبة والحافظ من أجل تسجيل أهداف طيب حمزة هاني صلاح بلوي رونالدو نايمار يهنئون الأرجنتين وميسي ما الذي لم يحدث بشكل جيد بالنسبة لمنتخبات كبيرة مثل البرازيل ونتحدث أيضا منتخب إنجلترا منتخب هولندا منتخب بلجيكا هو نتحدث عن الواقعية واقعية في الأداء لن نتحدث الآن لأن الفرق التي تأهلت كل فرق التي تأهلت إلى المربع الدهبي لعبت بطريقة دفاعية وكانت حديرة كان المنتخب الفرنسي اعتمد على المرتدات المنتخب الأرجنطيني عدة مبارايات حتى أنه لعب خمسة مدافعين في مباراة هولندا المنتخب كرواتيا أيضا لعب بطريقة دفاعية المنتخب المغربي لعب بطريقة دفاعية المنتخب الذي يحاول أنه يلعب شاهدنا منتخب الإسبانيا حتى حقق ألف تمريرة لكن لما تجسد إلى فرص هذه هي الواقعية الآن في كرة القادمة الحديثة يعني لازم تلعب بحذر تقرأ الخصم كل المباراة وعندها النوعية التاحة لما تقدر تجازف المجازفة ولا تربح في المجازفة وعشرين بالمئة فقط نظرا ثمانين بالمئة تكون حذر رح تفوز عشرين بالمئة صارت المجازفة كما كان الأرجنطين اليوم جازف الأرجنطين المبارايات التي كانت في كأس العالم هادية لفازد وحققت الانتصارات كانت حديدة جدا لأن المنتخبات البرازيل ومنتخبات مثل قتل بلجيكا وألمانيا هما في نفس سياق لأنه كما قال حسن الشحات بكاش مجاملات لازم يكون وشاهدنا باللي كانت هناك تغييرات عشوائية الجانب البدني كان مهم جدا أيضا نتحدث عنه مع عادل عادل حداد الجانب البدني كان مهم جدا في هذه الدورة وكان حديث عن مباريات كثيرة كثافة في المباريات كيف تعاملت المنتخبات مع الجانب البدني برأي أكيد لأنه حتى التوقيت كأس العالم هذه المرة بين نوفمبر وديسمبر جعلنا نعيش مباريات بدنية من مستوى آخر لأنها في منتصف الموسم عكس المنديلات السابقة وإن كانت كأس العالم تلعبوا في نهاية الموسم لعيبين كانوا مرهقون نوعا ما بعد موسم طويل في رابطة الأبطال في مختلف الدوريات والتنفس الشديد بين كل الأندية الآن في منتصف الموسم لذلك اللاعبين لاحظناهم على درجة عالية من الاستعداد حتى شكنا حتى الأرجنطين لعبت مرطين لوقت الإضافي وكانها تلعب في المباري في 90 دقيقة أيضا هناك حتى التغييرات زيادة عدد التغييرات إلى 5 ثم إلى 6 في الوقت الإضافي هذا أيضا يعطي مطلنفس لمداربين لكي يسيرون كما يجب يعني مجرية المباراة سواء في 90 أو في 120 دقيقة نشاهد هذا الصور أيضا صور دموع المنتخب البرازيلي ودموع نايمار ودموع رونالد ودموع سواريز دموع كثيرة انهمرت حمزك أحلقوش في هذا المنديل طبعا هو كوات القادم هي لعبة المشاعر والأحاسيس يعني أنت تمت المنتخب تمت البلد وشعب تأتي من أجل الحصول على كأس العالم ومن أجل إفراح ذلك الشعب ثم لما لا تنجح فالمشاعر تغلب أكيد ستكلم على كيسيان وتاريخ في كورة القادمة ولكنه سيبكي كورة القادمة بكت يعني نجوم كبار تاريخيين في على مستوى كورة القادمة العالمية نظن وهذه حلوة كورة القادمة وهذه كورة كورة الرحلة التي لعبت في قطر وبعدها كورة الحلم في الدور النصف النهائي والدورة النهائي كورة القدم تقنيات الجديدة الفار كيف نتحدث عنها في مشوار المنتخبات في كأس العالم هي الفار ساعدت كثيرا للمنتخبات هذا الموسم لاحظنا أيضا تأخر كثيرا إضافة وقت طويل في الأشوار صحيح هذا أشغال يعطي كل حق حقه لأننا كنا نشوفه في وقت الماضاء هناك فرق لما تكون فيزة تعمل تربح أوقات بالتغيير تربح أوقات بتضيع الوقت تحجج بالإصابات هناك من يقول ينقس رتم المباراة ويقتل المباراة أحيانا هو أن تحدث هي لو لعبت هكذا في الصيف يعني لو كان لعبت في نهاية الموسم نقدر ونقوله بأنها ستؤثر كثيرا على الجنب خاصة لو نقوله على الجو ما يكونش يكون الجو هناك حرارة كبيرة تكون هناك هذا الحاجة لاحش تساعد اللاعبين باش يمدوا كل تقالهم ونشوفوا إصابات أكتر من هذه ضعف هذه الإصابات يعني بالنسبة للفار أظن بأنه كان ساعد كثير للحكام وكانت دورة جميلة جدا شاهدنا دورة جميلة جدا أخطاء قليلة يعني لو كانت أخطاء للحكام نظرا النسخ السابقة عشرين بالمئة فقط طيب آخر سؤال في آخر نشرة مونديهال هنا ما الذي يبقى عالق في ذهنك بالنسبة لي هذا المونديال صورة عن هذا المونديال ميسي حام الكاس حمزة تألق المغرب فند عربي وصوله نصف النهائي المركز الرابع أكيد المركز الرابع وأنت عادل ربما الظلم الإعلامي في حق بعض اللاعبين الذين يتعلقون لكن دائما ننظر فقط إلى النجوم ننظر فقط إلى ميسي وإلى مبابي مثلا مثلا في فرنسا بالنسبة لي كريزمان كان هو أحسن لعب من ناحية الاسترجاع بين اللاعب إلى غير ذلك بالنسبة للأرجنتين دور دمارية أيضا من الإصابة لم يلعب تقريبا في الأدوار الإقصائية إلا أنه كان حاسما لمبارة النهائية رجل المناسبة الكبيرة ولمبارة الثالثة مع الأرجنتين يعني سجل الهدف في كأس نهاية كوبا أمريكا اليوم تسبب في ركل جزاء وسجل الهدف وسجل أيضا الهدف تتميج الأرجنتي بدهبية أولمبياد 28 صحر صور كثيرة تمر صور كثيرة لكن أبرزها ربما اليابانيون وهم ينظفون الأستاذ شعارات رونالدو وهو يبكي والمشاجعون الأرجنتيون في الشوارع ورجل المترو وأنا وهدي كل يوم نقدم نشرات المونديال برفقة الضيوف برفقة موفدين إلى قطر شكرا لكم حمزة كحلوش مدرب ومحلل رياضي هاني صلاح أيضا محلل ومدرب رياضي شكرا جزيلا لك عادل حداد الصحفي شكرا صحر طارق أيضا والشكر موصول لعثمان طيبي ووديع في عاني ولكل الفريق العامل معنا في الإخراج والإعداد والضيوف وشكرا لكم أنتم مشاهدين ختام نشرة المونديال إلى اللقاء